بسم الله الرحمن الرحيم أحضرتكم أستاذ يسر محمد نجيب في الفيديو ده هنقدم لحضرتكم الفيديو الاربعين من سلسل الشرح برنامج ميكروسوفت وورد وفي الفيديو ده هنقدم لحضرتكم التدقيق الإملائي من إعداد أستاذ يسر محمد نجيب خاصية التدقيق الإملائي خاصية بتتتبع الأخطاء أثناء عملك على الملف من ناحية سلامة اللغة المستخدمة داخل الملف طبعاً دلوقتي هتلاحظ بأن علامة التدقيق الإملائي موجودة تحت وبتدي لك علامة صح بالأخضر لو أنت ما كانش عندك أي أخطاء داخل الملف بتاعك لو أنت كان عندك أخطاء كانت هتدي لك علامة بالإكس الأحمر وتقدر تضغط عليها فيظهر لك التقرير بتاعها طريقة تانية للوصول المدخخ الإملائي بأنك تدخل على ريفيو ومنها هتلاقيه المحرر أو الإدتور بيارد لك كمية الأخطاء اللي موجودة سواء من ناحية القواعد أو من ناحية التدقيق الإملائي أو من ناحية الناعة أنا هنا على سبيل المثال هتعمد بأن أكتب كلمات إملائياً غلط علشان تلاحظوا حضراتكم التغير اللي هو بيقدر يعمله لي أنا مثلاً هنا هشيل الهمزة الألف التانية هحط لها همزة هكتب هنا ألف بشكل خطأ أتلاحظوا حضراتكم بأنه أثناء افسادنا لكتابة الملف زهرت علامة اكس بوجود أخطاء داخل الملف طيب إيه هي الأخطاء أضغط له على التدخيخ الملاقي فهو عملي كلمة الاحتفال طيب إيه المشكلة اللي موجودة عندك هو قال لي فيه الكلمة ديت وفيه الكلمة ديت أقدر بأن أضغط له عليها فصحح لي الكلمة بشكل طبيعي أنا دلوقتي طبعاً هعمل كنترول زيد عشان أرجع للخطأ مثلاً الكلمات اللي فيه ضمائر هو أحياناً ما بيتعرفش عليها فبيعتبر أن الكلمة خطأ أو أنت كتبتها بشكل خاطئ أنا هجي له على الكلمة وهاجي بدل ما أقول له اختيار لي الكلمة أقدر بقاني أقول له ignore all فيبدأ أنه يتعامل لي معها ككلمة صح أو بقاني أقول له add to dictionary بقاني الكلمة ديت صحيحة ضفها إلى القموس بتاعك طبعاً الكلمة هنا غير صحيحة إحنا هنعدل الألف بتاعتها طبعاً هنا الكلمة غير صحيحة إحنا مش هنعدل هنا بشكل يدوي هنعمل click mean وبعد كده هناخد الكلمة الصحيحة فهو هنا بدلها ولكن أنا بفضل دايماً بأني أوضح لحضراتكم الاشكاليات اللي هتقابل لحضراتكم أثناء العمل على الملف على سبيل المثال كلمة ant إملائياً هي خطأ والمفروض أن ديت همزة قطع فالمفروض بأنها بتكتب بالشكل ده طيب لو نعملت control Z هو ليه ما حط ليش تحتها خط أثناء كتابتها بالشكل ده المشكلة اللي بتواجهنا هنا لأن بعض المستخدمين لبرنامج الورد أثناء عملهم على البرنامج عملوا إضافة للكلمة ديت بالشكل ده على الدكشنري بتاع الورد فأصبحت الكلمة ديت موجودة في الدكشنري بتاع الورد بأنها ما هيش غلط على سبيل المثال كلمة معانا هي كلمة خاطئة إملائياً ولكن برضو هو ما تعرفش عليها لأن في حد أضافها داخل القموس بتاعه وبالتالي أنت الأساس اللي بيتم اعتماد عليه في مراجعة القواعد النحوية والإملائية وليس المدخخ الاملائي المدخخ الاملائي مجرد حاجة تساعدك أو وسيلة تساعدك في مراجعة أي الكلمات أنت ممكن ما تمتلهاش أثناء عملك على الملف ولكن المدخخ الاملائي لا يتعرف على كل الكلمات بسبب أخطاء عملها مستخدمين تانين على سبيل المثال الخطأ ده إن الصواب فيها بأننا نشيل الألف ديت فتبقى أنت مدعوه للاحتفال معنا وليس معانا ولكن أحد المستخدمين للبرنامج أضاف كلمة معانا على القموس بتاع الورد فهنا وجهتنا المشكلة ديت وبالتالي أنت هتلاحظ الخطوط الحمراء أو الخطوط الزرقاء اللي بتظهر عندك لو أنت عندك خطأ ملاقي بيظهر لك في الخطوط الحمراء تحت الكلمة الخط ده طبعا ما بيظهر لك في الطبعا بيظهر لك أنت بس على الشاشة كخط استرشادي بيساعدك على الكتابة بشكل صحيح لو كان الخطأ في القواعد النحوية هتلاقي في علامة زرق تحت الملف على سبيل المثال أنا هاجي هنا واكتب له مسافة وبعدين أحط نقطة لو في خطأ في قواعد النحوية هتلاقي بيحط لك خط بالأزرق على الكلمة من تحت برضو هو خط ما بيظهرش في اطباعه ولكن يظهر أمامك انت بس في الشاشة بتقدر انك تراجع التقديل بتاع الملف بتاعك علشان تقدر انك تتعرف على اي اخطاء موجودة اي كلمة مثلا انت حابب انك تعملها بالعامية تقدر تكتبها بالشكل اللي انت عايزه ولكن ما تضفهرش للقموس علشان ما تسببش نفس المشكلة ديت لمستخدمين آخرين بكده نكون شرحنا كل ما يتعلق بالتدقيق الاملائي وما زياه وعيوبه بنشكر حضراتكم وبنتمنى لجميع كل التوفيق ونتمنى تشارفونا باشتراكم في القناة.